اشتركوا في القناة ورسل علوم والرياضيات التطبيقية بكلية نوتنجهام من جلترا ارسل رسالة الى احد قادة ثورة 19 محمود فهمي النقراشي يطلب منه ان يساعده في العودة الى مصر للاشتراك في الثورة فرد عليه النقراشي الذي اصبح فيما بعد رئيسا لوزراء مصر قبل ان يختال على يد جماعة الخيانة والغدر رد عليه قائلا بل تبقى في مكانك لان مصر تحتاجك عالما اكثر من احتياجها اليك سائرا وبعد ثلاثة عقود جاءت الوفاة المفاجئة لأينشتين العرب دكتور مصطفى مشرفة في 15 يناير عام 1950 عن عمر يناهز 51 عاما لتطرح التساؤلات حول هذا التغييب المفاجئ لعقول مصر النابهة النابغة في تلك الفترة لا سيما في مجال الزرة وبين الميلاد والوفاة قصة عالم مصري عشق الوطن الازم تمأليه وكما كان الاقتصاد هو وسيلة طلعة حرب لبزل حبه لبلاده كان العلم والتفوق والنبوغ هو وسيلة دكتور مشرفة لبزل حبه لمصر ليكون اول مصري ينال درجة الدكتوراه في العلوم من جامعات بريطانيا وشتان بين من يزعب الى بريطانيا لتلقي العلم لخدمة مصر ومن يتخذها منصة لشن هجماته المأجورة على مصر والمصريين حتى في اعقد الظروف والتحديات او ان يساوم الدولة وكأنه ندا لها كان دكتور مشرفة اصغر من وصل الى درجة استاذ مساعد دون ان يبلغ سن الثلاثين واصغر من تولى عمادة كلية العلوم في مصر سبقت ابحاثه سبقت ابحاثه عن النسبية العالم الشهير البرت اينشتاين الذي وصف دكتور مشرفة بانه واحد من اعظم علماء الفيزياء وهو الذي وضع الاسبات الرياضي دكتور مشرفة لنظرية النسبية وهو امر لو تعلمون عظيم وهو الذي وضع نظرية تفتيت الهايدروجين وهي النظرية التي صنعت منها القنبلة الهايدروجينية بعد ذلك ولكنه دكتور مشرفة كأي مصري يحب البناء ونشر الامران عارض بشدة استخدام الزرة كسلاح فتاك كان دكتور مشرفة محبة للأدب والشعر والموسيقى ويجيد العصف على البيان والكمان والاهم من ذلك كله انه ايقونة علمية تؤكد دائما انه لا حدودة للعبقرية المصرية لا حدود للعبقرية المصرية فقط نحتاجه ان نسق في هذا وان نفتح الافاق لهذه العبقرية كما يجب ان نتعلم ايضا كيف نحافظ على العلماء والعباقرة واصحاب المواهب في كل المجالات فبالعلم والاخلاق والجدية تبنى الامم وتستطيع جمهوريتنا الجديدة ان تعود بهذا الشعب الى المجد والمكانة التي يستحقها اهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج رؤيا الدكتور مشرفة زي اي صاحب عقلية موسوعية بيكون عنده افكار في كثير من مناح الحياة وضع هذه الافكار في مجموعة من الكتب منها كتاب العلم والحياة وكان هدفه زي ما وضح هو بنفسه في مقدمة الكتاب ان يحفز المواطن العربي الانسان العربي على العلم وزي ما قال احمد بيك شوقي ان الشجاعة في القلوب كثيرة ووجدت شجعان العقول قليلة شجاعة العقول قليل احمد بيك شوقي ملاش عقول كتيرة فيها شجاعة فالعلم هو شجاعة العقل قال الدكتور مشرفة هكذا قال في مقدمة كتاب العلم والحياة هذه مجموعة من الرسائل لي رأيت ان اؤلف بينها في هذا الكتاب وهي وان تعددت نواحيها تدور حول محور واحد هو العلم وعلاقته بالحياة واني لا ارجو ان يجد فيه قراء العربية حافزا على الاهتمام بامر العلم في بلادنا اذ ما من شك في وجوب ذلك اذا كنا جدين حقا في اصلاح ما فسد من شؤوننا ولا اظنني انفرد بهذا الشعور فالناس قد سائموا الاسليب البالية في ما يكتب وما يقال وهم يتطلعون الى قيادة فكرية جديدة اساسها الحقائق لا الاوهام وقوامها العلم لا صناعة الكلام جملة مهمة قالها دكتور مشرفة بتفرق بين الحقائق اللي قوامها العلم وبين صناعة الكلام لاب 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 وما اكثر صناع الكلام على السوشيال ميديا ولو صار الامر اليهم ما وضعوا حجرا فوق حجر سهل جدا الانسان يفتي سهل انه يتاجر بالمشاعر الانسانية لا سيما مشاعر الغضب اذا كان ابليس نفسه بيتخلك من الغضب لكن الصعب هو اتخاذ قرار او تكوين رأي مبني على حقائق على معلومات وكلمة معلومات دي مهمة جدا سهل جدا انك تكون شخص هبيد على السوشيال ميديا وتجيب متابعين ولغيقات والجو ده لكن صعب صعب مش كتير عندهم القدرة على الدراسة والتأمل والتحليل قبل تكوين وابداء الرأي الهب سهل للأسف وبنعاني منه لكن قليل لو يدرس ويجيب معلومات عشان يبدي الرأي للناس والمشكلة ان الجمهور احيانا بيكون ذات طفل ليسرخ طلبا للرضاع نونه صغير عايز يرضع بيصوت ولا يفهم ان كانت والدته مثلا في غرفة الجراح والخطر كل الخطر ان ينجز بهذا الجمهور لكل من يتاجر بصراخه الطفولي كل من يستغل هذا الصراخ الطفولي ويتفاعل معه وتتشكل حالة او رأي عمه خادع طبعا انا بتكلم عن تجربة تجربة يعني الحمد لله يعني ربنا مني بيها علي ومش كتير اللي عندهم تجربتي يمكن ما كنتش عندي كتير فرصة ان هم فعلا يمروا بهذه التجربة وده ينقلنا للكلام عن فن السياسة فن السياسة طب من وجهة نظر مين اينشتاين العرب الدكتور مشرفة فن السياسة هدفه نفع الناس جميعا وفي ذلك يقول ارستو تالس في كتابه المسمى بولوتيكا او السياسة اذا كانت كل جماعة من الجماعات انما يقصد بها قصد من الخير فان الجماعة السياسية التي هي ارفعها جميعا وتضم غالبية المواطنين يقصد بها اعظم درجة من اي خير اخر فهي اعلى مراتب الخير ودي اشكالية بتواجه اي صاحب قرار ولازم نفهمها كويس لازم نتعاطف مع هذه الاشكالية كويس فيه فرق لما بتاخد قرار لصالح 110 مليون انسان عشان خاطر واقعهم وحضرهم ومستقبل اولادهم وامنهم بمفهوم الشامل واستقلال ارادتهم في ظل عالم مجنون وتعقيدات صعبة لازم نتعاطف مع صاحب اصحاب القرار بهذا الشأن في الظروف دي بالذات واحنا بنعيش نظر حروب كبرى ربنا يجنب الانسانية كل شر يا رب وبين انك تفكر بطريقة فئوية او حزبية او شخصية طبعا طبعا من حق اي فئة او شريحة او جماعة انها تتمنى الافضل لها طبيعي شأن انساني لكن برضو من باب العدل ضروري ان هذه الشريحة تتفهم ما هو في صالح الجماعة الكبيرة الجماعة الكبيرة وهي المنوط الاساسي بفن السياسة على فكرة جماعة الشعب المصري في معظمه بكل اطيافه وفئاته وشرائحه يبقى فن السياسة معني بالاساس بالجماعة الكبيرة مش بالشرائح لازم نفهم ان هدف رجل الدولة هو الخير الخير للجميع ده الكتاب يا جماعة ده باي ديفينيشن رجل الدولة لازم هدفه الخير للجميع للجماعة الكبيرة ده شغلته طبعا في استثناءات مش كل رجال الدولة كده زي هتلر نتنياهو رجل الدولة الصالح يطلب منه متطلبات مختلفة انا بقول ده عشان نتفهم عشان شوية يكون عندنا انسانية شوية يكون عندنا رحمة وده مش هيحصل الا بزيادة الوعي والفهم والادراك ما نبقاش زي الطفل اللي بيبكي عايز الرضعة فيتطلب منه متطلبات مختلفة سواء في حياته الخاصة او في حياته العامة وزي ما وضح الكلام ده العالم الكبير الدكتور مشرفة الى جانبي مؤلف اريستو تالس في السياسة نجد مؤلفا اخر لا يقل عنه اهمية وشهرة كتبه حكيم اخر من حكماء الاغريق هو الفيلسوف افلاطون تلميذ سقراط العظيم ويعرف هذا الكتاب باسم الجمهورية كتبه افلاطون على شكل حوار بين سقراط وبين نفر من اصحابه وفي هذا الحوار يناقش افلاطون على لسان سقراط واصحابه فكرة العدالة واتصالها بحياة الفرد والمجتمع ثم يتطرق من ذلك الى البحث في نظام الحكم وانواع الحكومات ويتكلم عن السياسة وعن الغرض من السياسة وعما يشترط في رجال السياسة من صفات وما ينبغي ان تكون عليه حياتهم الخاصة وحياتهم العامة ويتمثل في الكتاب ما ينبغي ان تكون عليه الدولة فالدولة او الجماعة السياسية الكبيرة انما يقصد بها الخير في اعلى درجاته لذا فان الذين يتولون امور الدولة ويحكمون المجتمع يجب ان يكونوا اعرف الناس بمعنى الخير واقدرهم على ادراك القيم الروحية الخير في اعلى درجاته ومعنى الخير وفق مفهوم الجمهورية لمين بقى للبرانس الكبير افلاطون ايه المعنى يا عم افلاطون هو خير المجتمع كله مش جماعة ولا شريحة وهذا ما لم يدركه مدرس الخط الذي بجاهله قتل السياسة تخيلوا بجاهله قتل السياسة في نفس اللحظة التي اراد فيها توجيه جامعته عام 1938 لغز وميدان السياسة يعني في اللحظة اللي قالهم فيها يلا هنخش السياسة كان بيقتل السياسة لانه ببساطة عندما امرهم بوقف الاتصال مع الاخر الا في كل ما هو في صالح جامعته الفئوية المحدودة كان بيؤمرهم وكأنه كان بيؤمرهم بتفريغ السياسة من ايه من جوهرها من فلسفتها وهو تحقيق الخير للمجتمع كله او غالبياته في اقل تخدير وليس فقط للجماعة باعتبرها كما يتوهمون تنوب عن امة محمد وحسب امة محمد ان يكون هؤلاء هم من ينوبون عنها اي ان حسن البنة قتل السياسة اللي مجنناهم في نفس اللحظة التي وجههم فيها للسياسة وده نقدر نتفهمه وفقا لتعليم حسن البنة يا جماعة تعليمه كده الراجل كان حاصل على دبلوم مدرسة دار العلوم مع احترامي والله للجميع بس كل واحد شاطر فيما تعلمه مش فيما يفتي فيه ولولا الدعاية الاخوانية وخوف كثير من المثقفين من هجوم قواعد الاخوان عليهم لما بيهجموا كده هجمتهم كان حسن البنة من عقود طويلة صنفه التاريخ في حجمه العلمي والعقلي الطبيعي خطر جدا لما حد ياخد مكانة في التاريخ اكبر من حجمه مبالغ فيها فالاخوان ان ارادوا سياسة عليهم إلغاء تعليمات ورسائل حسن البنة التي قتلت السياسة وهم في نفس الوقت ان فعلوا ما عادوا اخوانا هدهم الله الى اعلان حل الجماعة للعودة الى الجماعة هدهم الله الى حل الجماعة للعودة الى الجماعة والتوبة الى الله وهذا يتطفق مع رؤي الدكتور مشرفة حول طريق نجاة البشرية نجاة البشرية في الاجتماع بين القوة والسياسة وبين قوة العلم وحكمه وليس معنى هذا ان يكون العلماء حكاما او الحكام فلاسفة كما تصور سكرات بل ان اجتماع العلم والسياسة يتخذ شكلا اخر هو التعاون والتآذر بينهما لما دولة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اعلن عن توجه الدولة الى توطين الصناعة واحنا متابعين اللي بيحصل كلنا متابعين اللي بيحصل والتكنولوجيا واللعب اللي بيحصل فيها يعني محتاجين نوطن صناعتنا بنفسنا وكمان بتعيين دكتور كامل الوزير نائبا لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية انا تفقلت كثيرا بالمستقبل الحقيقي لان حضارة الامم كما قال دكتور مشرفة تقاس في العصر الحديث وفقا لقدرة محركتها ان عصرنا الحديث عصر علمي من اهم مميزاته استخدام الالات والمحركات الالية ويمكن قياس حضارة الامم اليوم بقدرة محركاتها والمدهش ان دكتور مشرفة لفت انتبهنا الى المصادر المصادر النظيفة للطاقة او المصادر غير الاحفورية وهي ما يوليها الرئيس اهتماما خاصا وكان بالفعل شيء رخيص جدا من اعلام الاخوان في بريطانيا انه يحاول يشكك المواطن في الاهمية الاستراتيجية للطاقة النظيفة الحقيقة كان حاجة يعني الحقيقة صعبة زي النتروجين الاخضر مثلا وكمان الطاقة الشمسية من مصادر القوة التي تضيع دون جدوى حرارة الشمس فقد قدر ان ما يقع منها على الجزء المسكون من الاراضي المصرية يكفي لادارة جميع المحركات الالية في العالم سواء منها ما يضار بالفحمي او البترول او بمساقة المياه فقد دلت الابحاث العلمية ان المادة تتحول الى طاقة اليس من واجب السياسة وهي تسعى الى خير البشرية واسعادها ان تتعاون مع العلم لتسخير القوة لخدمة البشرية ورفهيتها ان هذا التعاون بين العلم والسياسة يرفع من شأن السياسة فلا يستعاد بالله من السياسة ولا يشك في امرها بل تصير كما اراد لها سقرات واراد لها اريستو ارفع الفنون البشرية واعلاها قدرا يقصد بها اعظم النفع واعلى مراتب الخير عشان كده من رأيي ان الاعلام الوطنية محتاج ما يزهقش بحثا عن وسائل ايضاح تبيان ما تشهده الجمهورية الجديدة بسم الله ما شاء الله من بدايات نهضة وجرأة على اقتحام مجالات استراتيجية ما كناش في شبابنا الحقيقة نحلم اننا نعيش اليوم ده ده للامانة والانصاف نعيش اليوم اللي نشوف فيه بلدنا تضع اقدام سابتة باذن الله في هذا المصار وما ننساش طبعا محطة الضبع النووية وهي الحلم الذي تباطأت انظمة سابقة لعقود دون السير على دربه لابد ان نستوعب ما اصبح لدينا شان نحافظ عليهم ما يضعش مننا حتى لا نستدرج ثانية لحرك اصابعنا بانفسنا هو بيسخنك عشان تحرق صوابعك بنفسك واذا كنا في مصر محتاجين ثورة فالثورة الوحيدة التي نحن في حاجة اليها هي الثورة الصناعية الثورة الصناعية ليست حربا أريقت فيها الدماء ولا قتالا أبيدت فيه الجيوش وأزهقت النفوس بل هي انقلاب سلمي غير معالم الحياة في أوروبا وأوجد نظاما اجتماعيا جديدا يختلف عما سبقه من النظم والثورة الصناعية التي أحدثت هذا الانقلاب إنما قامت على العلم والاختراع وأنا متفائل بإذن الله إن العبقرية المصرية تستطيع إنجاز ثورة صناعية في زمن قياسي بإذن الله إحنا عندنا مميزات مهمة غير مهارة العامل المصري وفنه لازم نسق في ده جماعة دي جينات أتعبر عن نفسها غصبا عننا العامل المصري إيده تتلفف حرير وعبقرية المهندس المصري والعالم المصري بس إحنا عندنا غير ده مميزة هامة موقعنا الجغرافي اللي يخلينا أقرب لكل الأسواق المهم إننا نرجع تاني شعار صنع في مصر نرجع الشعار ده والمنتج المصري هيكون آمن والتكنولوجيا المصري هيتكون آمنة مش محدود فيها حاجات خبيثة بشرط إن أي منتج تحت هذا الشعار يكون تام الإتقان الإتقان يا جماعة منتج نتباه بيه قدام العالم كله زي ما بنتباه بالأسار ودقتها دقة نحتها ورسمها وصنعتها بنتباه بيها رغم مرور آلاف السنين الأسار ما زالت تدهش العالم كله بدقة الصنعة العامل المصري إيده تتلفف حرير منذ آلاف السنين محتاجين بس الفرصة لتحرير ما كامن في جيناته عشان تعبر عن نفسها وده كان من طموحات محمد علي باشا زي ما وضح أينشتاين العرب دكتور مشرفة إن نظرنا إلى تاريخنا في القرن التسع عشر نجد أن محمد علي باشا قد أدرك أهمية الصناعة الحديثة فأنشأ المصانع الكبيرة فمن ذلك مصانع الأسلحة والمدافع في القلعة وكان عدد عمالها ألفا وخمسمائة عامل أو يزيدون وكذلك مصنع البرود وترسانة الإسكندرية التي أنشئت عام ألف وثمانمائة وتسعة وعشرين وكانت تصنع بها البوارج الحربية ذوات المئة مدفع وكذلك البصلة ونظارة الدقيقة ومصانع الغزل ونسيج ومصانع تبييد الأقمشة بالوسائل العلمية الحديثة وغيرها وطبعا كلنا عارفين محمد علي باشا وصل بالدولة المصرية الفين لو لا تكتل الدول الدول الاستعمارية ضده ده مهم يا جماعة هم ما بيتغيروش ما بيتغيروش ولو رجعنا تاني لشرط الجودة والإتقان نلاقي إن العالم دكتور مشرفة نبهنا لده وضرب مثال مهمة قوي إيه المثال؟ مثال بصناعة الغزل والنسيج المصرية يقول ميسيو مانجن إن الملابس التي كانت تصنع في مصر قد امتازت بجودتها وإتقانها ودقة صنعها ومتنتها وجمال رسومها وتنمع أشكالها وثبات ألوانها على الغسيل فصار الجمهور يفضلها على تلك الواردة من ألمانيا وإنجلترا حتى قل الوارد منها وقد تعددت مصانع الغزل ونسيج في كل أنحاء القطر المصري يبقى زي ما قال دولة رئيس الوزارة لازم ندعم الصناعة المصرية لازم وما نرجعش تاني أبدا نستورد فوانيس رمضان من أي حتى في الدنيا وتحدي الصناعة محتاج صبر إرادة زي ما هو محتاج تماما يحتاجه تماما إلى العلم العلم والصناعة يجب أن يرتبط ارتباط متين إنني أكرر اليوم ما قلته بالأمس فالعلم والصناعة يجب أن يرتبط برباط متين في كل بلد ترغب أن يكون لها شأن في مضمار الصناعة وهذا الرباط هو الذي يحفظ للصناعة قوتها ويجدد شبابها ويعمل على إنهاضها وتقدمها ولا يستطيع أحد مهما قوي ذهنه ونفذت بصيرته أن يتنبأ بما سينتج من البحث العلمي من ميادين صناعية جديدة والأمة التي يكون لها صبق فتح هذه الميادين تكتسب ميزة ظاهرة على غيرها من الأمم فالعلم والصناعة إذا اجتمع عاد على الأمة بالخير والرفاهية وللأمانة والإنصاف ونحن نتابع كل ما هو مؤلم حولنا في الإقليم ونتمنى يا رب يا رب لكل أهلنا في بلادنا العربية السلامة من المهم أن نتذكر أن هذا الذي يحدث هو ضريبة الغفلة الغفلة التي عانت منها أمتنا العربية لقرون كان كل انشغلنا بالفروق بين الحنفية والشافعية بين الحنبلية والمالكية وتعصبنا وتحزبنا ونسينا أنها ولها كل الاحترام والتفجيل اجتهدات بشرية في رسالة سماوية أول أمر وصتنا بها هذه الرسالة أن نقرأ أن نفكر أن نتفكر أن نطلب العلم من المهدي إلى اللحت وأن نطلب العلم ولو في الصين على ضعف هذا الحديث الأخير لكن تظل الحاجة إلى أهمية رسالته اطلب العلم ولو في الصين الصين حلوة درعيه لقد كانت الأمة في غفلة علمية وآن الأوان أن تستيقص إن الأمم العربية قد أتى عليها حين من الظهر لم تكن شيئا مذجورة غفلت حين تنبه الغرب وقعت حين قام وسنت حين صحى وونت حين أسرع خطى والعمر لقد طالت غفلتنا حتى ظنها الغرب طبعا فينا فقام يبحث في أسبابها وينقلب على سرها فمن قائلوا إنما ردها إلى ديننا وقد نسى أن الشرق مبعث الأديان جميعا عنه نقل الغرب ومنه استقى وكيف يكون الدين سببا من أسباب التأخر وهو النور الذي يهدي ويضرب الأمثال العليا ويرسم القيم الروحية كنا نحمل مشعل الحرية ونبراسة المدنية يوم كانت بغداد مدينة النور يوم كان المأمون يرعى جهابزة العلم من أمثال محمد ابن موسى الخوارزمي واضعي علم الجبر وأكد دكتور مشرفة أن توجيه البلاد إلى العلم يجب أن يكون من أهم أدوار قادة الرأي إن أول واجب على مفكرين وقادة الرأي فينا أن يوجه الرأي العام في البلاد العربية صوب الفكرة العلمية يجب أن نفكر بالعقلية العلمية تلك العقلية التي تواجه الحقائق وتطلب اللب للقشور إن السربل أمم البشرية في حركة مندفعة كأنهم طير أبابيل فإما خفقنا معهم وصرعنا للحاق بهم وإما تخادلنا فقعدنا فرمونا بحجارة من سجيل فجعلنا كعصف مأكول وعشان بلدنا وأمتنا ما تركزش فيه كل ما هو صالح فيه كل ما هو نافع للناس فيه كل ما هو علمي لازم يعملوا لك جماعة تشتت هذه الأمة ترهقها تضغط طول الوقت على أعصاب ونفسية مواطنيها وتغرأك في دوامة التشكيك والتخوين والتشوية وده اللي عاوزه لاستعمار وهي من أدواته وتفاصيل أكتر عن فساد عزيه الجماعة الضالة المضلة ودعايتهم الكاذبة بعد الفاصل الدعاية الإخوانية فخ كبير للأمانة أهمل نظام مبارك لمدة 30 سنة في توضيح خطورته ولما انتبه عام عشرين عشرة بإنتاج مسلسل زي مسلسل الجماعة الجزء الأول كان هذا متأخرا وملايين من البشر في مصر وبلدنا العربية سقطت في فخ هذه الجماعة وقد لا تتهيأ الظروف للكثيرين لاكتشاف زيف الدعاية الإخوانية فيعيشوا هم فاكرينهم الناس الطيبين بتوع ربنا مش بتوع ماليزيا زي مثلا تمجدهم في دعايتهم لدورهم في حرب 48 ثم تكتشف من خلال كتاب زي الإخوان والنجبة سنوات الخيانة والصورة وهو كتاب مدعوم بوثائق للصحفي عمد صابر وهذا الكتاب مبني على مذكرات شاهد عيان مين بقى يا أستاذ روماني هذا الشاهد هو البكباشي جلال ندا تكتشف من خلال شاهدته إن الحقيقة عكس كده وإنهم خانوا الجيوش العربية أثناء حرب 48 ولما تعمل رابط رابط رباط بينما ذكروا جلال ندا وبينما اعترف بيه أحمد السكري بعدما قام حسن البناء بفصله من الجماعة رغم دوره الكبير في فكرتها وتأسيسها اعترف إن حسن البناء استولى لنفسه على مبلغ 3000 جنيه من أموال التبرعات لفلسطين أبا والله السكري عال كده مدرس الخط حسن البناء عيام 48 وتبرعات والناس راح تتبرع فهو يعني يسلك لنفسه مصلح فتح الدرج ب3000 جنيه مهراجل متعود يعني من هو عير على 500 جنيه بتاعة الناس اللي كان بيدير قناة السويس 3000 جنيه يعني يزبط نفسه يعني لما تقرأت كلام ده وتعرفه ثم تكون لديك فرصة مقارنة كل هذا بما شاهدته بصراحة ورصدته بنفسك من قتال عالتامولات في الخارج ويعني هما بتقسمين ثلاث فرق احتمال كده يعني تشوفوا تقسيمة جديدة كده فريق من الفرق قريب يعني بس مش وقتها هتكلم عنها يعني خليها تستوي كده وبحكي لكم عليها وقتها بس وانت بتتبع كل ده تتأكد ان اللي بيتاجروا ليه النهار بفلسطين هما اكبر خوانة لفلسطين حقيقتهم من جوا التنظيم اللي بيخفوه عنك في اعلامهم وعلى السوشيال ميديا في حقيقة يعني هما يزطلع لك عالسوشيال في البرامج هما الناس بتوع ربنا الطيبين اللي ما تشوف عنهم اللحاف لكن حقيقتهم من جواهم بتأكد انه هما جماعة ضلة انا جاب لحضراتكم سكين شوت من احد جروباتهم الخاصة ودهولنا يا استاذ روماني يعني اعمل ايه بقى عشان بس المواطن المصري يعرف ما يدور بينهم في الخفاء لكنهم لا يزهروا على السطح فتلاقي مثلا زي ما هو ظهر لحضراتكم على الشاشة ان واحد اخواني بيقول انه مصدوم لاخلاء ابراهيم فودا ابراهيم فودا ده يا جماعة قائد كبير لمجموعة من كتائب لجانهم على السوشيال ميديا اللي يحاسزك ان فيه رأي عامل المصريين ابراهيم فودا ده لدور كبير قوي في صناعة اعلامهم على السوشيال ميديا فبيقول عليه الاخوان اللي زيه انه زعلان لاخلاء ابراهيم فودا مدعي الاخلاق وحامي حمى الاسلام يصف اخوانه بأنهم منافقين يعني ابراهيم فودا زي ما ظهر على الشاشة من الجروب بتاعهم والله اخوانه اللي هم الاخوان بأنهم منافقين ولو كانوا كافرين لأتى لهم بالبرهان لكن يا حصلتاه طلعوا منافقين يدعو على اخوانهم بتقطيع امعاهم بالقطران الاسود ينهر اسود بالشرقوي يعني شوفوا بيدعو على بعض شوفوا نوعية الدعاوات اللي بيدعوها على بعض وهم بيشتغلوا في الدعاوي كده ما كانت يدعو على بعض فالدعو اللي بيدعيها ابراهيم فودا ده على اخوانهم الاخوان عشان مختلفين ان امعاهم تقطع بالقطران الاسود اي عم يعني استخدامك للغة دي عشان تدعي على الناس رجعها لي تاني يا استاذ روماني بعد اذنك ولماذا كل هذا يا استاذ ابراهيم بيكمل الاخوان جوه الجروب وبيقول ولماذا كل هذا يا استاذ ابراهيم كونهم وقفوا فقط ضد سرقة الدعوة والجماعة اوبا يعني لو في ناس رأيهم ان الجماعة بتتسرق منهم ابراهيم فودا وصفهم منافقين وده على امعاهم تتقطع بالقطران الاسود بالشرجاوي واعلنوا رفضهم لاستمرار الظلم ده جماعة من جروباتهم وانا عندي يعني انا كنت جواه جروبات دي ده نموذج لحقيقتهم اللي بيخبيه عنك معتز مطر ومحمد ناصر واسامة جويش وبداخل جروباتهم الخاصة المغلقة ما هو افضح من هذا يا استاذ روماني صدقني يعني جوا جروباتهم ما هو افضح من ده ده انا جايب لكو بس عينا كده اوزي حاجة اخر ماليزيا جوا جروباتهم بصراح مش عايزين نوضح اكتر من كده كتاب الاخوان المسلمين لانتشار العالمي ومفهوم البيعة والولاء للكاتب والباحث العربي دكتور فخر ابو عواد وهو استاذ في الجامعة الاسلامية بغزة والكتاب صادر عن مركز الامارات للدراسات والبحث الاستراتيجية بيتكلم عن الدعاية الكاذبة وتحديدا لعب دور الضحية شوفوا ما بيعملوا ضحية وجوا جروباتهم بيدوا على بعض بالاطران الاسود ايه الاطران الاسود ده انت سمعت عنه يا سيد روماني قطع الامعاء بيتكلم بقى عن دعايتهم ده الدور الضحية ايه اللي احترفته جماعة الاخوان المسلمين وقال حين كانت المعالجة الامنية هي الوصفة المعتمدة للسلطة في التعامل مع جماعة الاخوان المسلمين هربت الجماعة لتحتمي خلف صورة الضحية يا حرام ولغة العموميات وخطاب لابتلاءات مما وفر لها قدرات كبيرة على التحشيد لمصالح الدنيا والدين معا بقدرات تفوق بكثير حزب الدولة الحاكم هنفهمك اللعبة الخبيثة دلوقتي وغيره من قوى المعارضة استعملت الجماعة رؤاها الفتفاضة لدغدغة مشاعر عوام الناس بحنين الى ماضن راشد مجيد وامل في مستقبل واعد دونما اي فرصة حقيقية لتنفيذ مثل تلك الرؤى ودي يا أستاذ روماني جزئية خاطيرة جدا جدا طبعا نشعر كلنا بالحنين لللحظات قوة وعزة في تاريخنا مين كلنا يا جماعة يملأنا الحنين للطفولة للبيت اللي تولدت فيه للشارع بتاعك للماضي الحنين دا سمت سمى شأن إنساني لكن يا ترى في ظل الوضع الحالي اللي احنا فيه دا هل عندنا فرصة مثلا نبعث رسالة زي اللي بعتها أمير المؤمنين هارون الرشيد وقل فيها من هارون الرشيد إلى نقفور كلب الروم سواء اتفقنا اتفق البعض أو اختلف مع اللغة الدبلوماسية في الرسالة مش قلنا صالح باللغة الدبلوماسية دلوقتي لكنها في كل الأحوال بتعكس قوة أبدأ قوة هارون الرشيد لكن إحنا النهاردة وبعد عقود من الغفلة ما عندناش فرصة زي اللي كانت عند هارون الرشيد السؤال الأهم هل اللي بيدعبوا بقى مشاعرك وحنينك للماضي وبيتجرب الماضي المجيد عندهم خطة هلا هو عنده خطة ولا عنده ولي قيزوا بالله فانكوش النهضة التجربة أثبتت إن ما عندهمش غير سلاحين بس سدقوني بقى ده أنا مش تجربة ده أنا قلب التجربة ده أنا يعني كنت في النخاع الشوكي للتجربة هم عندهم سلاحين الأول هو الانبطاح التام أمام الأجهزة المعادية وجلب التمولات يعني قدام الأجهزة المعادية وقدام التمولات انبطاح تام حاجة آخر ماليزيا السؤال التاني هو الشتيمة الشتيمة وما يكلمكش أبدا في حل في خطة لحل أي مشكلة ما عندهش خطة ما عندهش فكرة يصدر لك بس شعرات شعرات هو تمامه شعرات يا أستاذ روماني يعني تجيله في الشعرات تلاقيه مكان تنتاج شعرات زي ما وضح دكتور فخر أبو عواد وقال لقد فهمت الجماعة أن الدخول في تفاصيل هموم الناس والوطن سيعني مزيدا من الخلافات فيها وحولها فكان أبرز معالم هذا الفهم رفع شعار الإسلام هو الحل في أواخر التمانينات يعني احنا عايزين رغيف العيش قد المشنة طب ازاي يقول لك الإسلام هو الحل كده تمام والذي لقص وصفة عامة ومراوغة من قبل الجماعة لحل إشكاليته الأمة كافة من خلال قيمة كلية دون الحاجة إلى الاستضام بتفاصيل واقع الاستضام بتفاصيل واقع الحياة اليومية المكلف قامت الجماعة باستحضار هذا الشعار ونظرائه مثل تطبيق الشريعة والله غايتنا وهي لله لا للكرسي ولا للجاه في كل مواجهة مع الآخر يصدر لك الشعارات كما لو كانت الجماعة امتدادا لجند الله يعني الإخوان ما يقولكش أنا عندي فكرة أننا نستبدل على المدى القصير أو البعيد الوقود الأحفوري بالهيدروجين الأخضر ما عندوش الدماغ دي نهائي ما عندوش أي فكرة أو أي تصور لحل أي مشكلة ما عندوش فكرة يا جماعة ولو شافك بتشتغل صح وبتفكر صح اسألنا أنا ناري نارين لو شافك بتاخد خطوات في مجال الهيدروجين الأخضر في أي مجال أو بتجيب سلاح بتصنع سلاح بتعمل دلتة جديدة بتعمل عاصمة جديدة إيه ده شغل مش تحت الشعارات بتاعي يعمل إيه يشكك طب إنت عايزي يا عم اللي بتشككني يا عم يقولك الإسلام هو الحل ماشي يا سيدي دخيل قلبك على عيني وراسي وماشي والله اللي هو إزاي بقى يعني الإسلام هو الحل اللي هو إزاي بقى يعني نعمل به محطة الضبع النوية إزاي بقى مش إلو دعوة ما يعرفش بالشرجاوي هو الإسلام هو الحل طب يعني عايزين نعمل محطة نوية عايزين نعمل محطات كهرباء عايزين نستورط طيرات يعني من فضلك يا أستاذ روماني بليز هطلو منك طلب أستاذ روماني أهو على الهوى ما تحرجوش في السؤال من فضلك يعني ما تقرصش عليه في السؤال لأنه ما عندوش خطة فما تجرحوش عشان هو زومبي وبينجرح يعني كما يجرح جميع الزومبيين وجرح الزومبي جرح تاني وقالبه لسه ما طابش من الأولاني عم تاني يعني ولا التالت ولا الرابع الجامعة عودت على عمل ما يسمى قلميا بقى الترحيل الترقاء للنقاشات يشفت لك أي منقشة جدة أو إخفاءها أو عدم إزهارها للعلن زي الاسكرين كده اللي عرضتهم ده كان منقشة من داخل أحد جرباتهم والتخفي تحت ستار المحنة والابتلاء مش وقته ده يعني عند محنة مش عايزة أقول لفظ تاني حصنت الجماعة نفسها بخطاب المحنة والابتلاء بعد أن تربى عليه جانب كبير من أعضاء الجماعة تحت طائلة التزام بتعليمات قيادتها إحنا في محنة مفيش مناقشة بينما صار الحفاظ على وحدة الجماعة وتماسكها مصحوبا بترحيل تلقاء للنقاشات والخلافات في داخل صفوف الجماعة أصبح ده هدفا في حد ذاته لكل ذلك عرفت الجماعة حياة يملؤ الجدال من داخلها أنا جبت لك نموذج جروب من جروب من عندهم ومن حواليها بخصوص سنائيات تكتيكية مثل التمدد والانكماش الصعود والهبوط البطء والاستعجال وما رفقها من أدوات تم استخدامها تبعا للظروف المحيطة بكل مرحلة ودايما اللي كان يتكلم منهم يطلعوا عليه ياكلوه ياكلوه ويرهبوه بجملة واحدة وحدة الصف يا أخي لا تسعى يا أخي لإحداث انشقاقات في الصف لا ويكلموك أنت عن حرية الرأي حاجة لوزل بتنجان وما تعرفش يا جدع يقولك وحدة الصف وحدة الصف ده صف تلتة رابع ولا صف الجيزة ولا حكايته ايه بالزبط وطبعا في مظلة عندهم عند الإخوان أمبريلا أعلى من مظلة اللي بتلاياته المظلومية أعلى وأخطر هي اعتقادهم أن فكرتهم فكرة مقدسة لا يأتيها الباطل من إيمنها ولا من جمالها وحتى هم لو عكوا في قراراتهم قدرة الله زي ما وضحنا حالة الفاتة هتحول عكوهم ده لصواب عكوا ربك يفكوا زي ما بيقول الكاتب وظل الجامع الرئيسي لهم إيمانهم العميق بكونها فكرة مقدسة ربانية راشدة تتسلح بتعادض الأخوة تمكن تمكن هذا النظام المعقد للتجنيد والترقية من أن ينتج أعضاء ملتزمين بسياسات وأهداف التنظيم الذي استطاع قادته تعبئة الأدباع على النحو الذي يرونه مناسبا كما وكيفا المظلة التالتة هي مظلة البيعة بيحصروا العضو بيها وبيفهموا أنه لو خالف شروط البيعة للمرشد هيروح النار وهيبقى أحمر لكن السؤال على ما يزعموه بأنها بايع خاصة هل هذه البيعة شرعية؟ شرعية؟ يقول الكاتب إن أصول الشريعة تقرر بأن البيعة ينبغي أن تكون لولي أمر المسلمين فقط وأن لا تكون لغيره وذلك استنادا إلى التاريخ واستنباطا من تعريف البيعة أن الأحاديث النبوية المروية في لزوم الجماعة ووجوب البيعة لا تنصرف إلى شيء من التجمعات البشرية التنظيمية يعني ما جيش أنا والأستاذ روماني والناس الأفاضل المصورين وفي الكنترور وقال لكم يلا جماعة اعملوا نعم الجروب وبيعوني يعني تمام؟ إنما يقصد بها الجماعة التي هي الأمة وإن البيعة التي تعقل للإمام الذي تجتم عليه الأمة أو أهل الحل والأقدم منهم على الأقل تكفل له الغلبة اللي يتمكن من حراسة الدين وسياسة الدنيا إذن وفقا لما قاله الكاتب وكتير غيره بيعت مرشدهم باطل زي سيم زي جواز عطريس من فؤادة خطورة أزيل باعة أنهم بيقولوا أننا خطورتها أن هم رأيهم أننا هنموت على جاهلية عشان ما بياناش مرشدهم تم شفت الفكرة شفت القتل بيجي منين شفت القنف وبيجي منين طب شمعنا مرشدكم بالذات يا عم الإخواني يقولك إيه أصلنا إحنا أكبر جماعة ومنتشرين في 22 بعيد دولة ومرجعيتنا الكتاب والسنة والسلف والمخابرات البريطانية فالبايع علينا أولى أما بيروش طبعا المخابرات البريطانية يعني بس دي الحقيقة الأهم عندهم إذن سواء المظلومية أو الابتلاءات أو ظنهم بقدسة الفكرة أو باعة مرشدهم وشيطانة من يخرج عليها سلاسة أطر فوق بعض كده جميعها تستند على العاطفة لا على العقل يعني كل الحاجات دي يا جماعة الباعة حرام تقلب باعتك تروح إن رطب أحمار ده شغلة عاطفة سواء المحنة والابتلاءات كل مظلاتهم تعتمد على العاطفة مش العقل والقلم ودايما ربنا مسخرهم سبحان الله كليش ما كدركة بالهندي إن هم يفضحوا نفسهم بنفسهم بدلل إن مرشدهم الأسبق مصطفى مشهور فضح بنفسه استخدامهم للبعد العاطفي وهم مشاطرين في ده نخلي بالنا باب الحتة دي هتعجب أستاذ رومانيا أنا عارف قال إيه وصف المرشد الأسبق للجماعة مصطفى مشهور الخطوات التي يسلكها ناشطه الجماعة لاستقطاب الأفراد وضمهم للجماعة بالقول أول ما نبدأ بالشخص نبدأ بالحديث العاطفي تامر حسني يعني ثم حديث الإيمان ثم نلقنه أن الإخوان هم أهل الصلاح ثم يتم عزله عن أصدقائه فكريا واجتماعيا يا جماعة دي مراحل إنتاج الزومبي ثم تأتي مرحلة الحديث عن الجهاد وهو جهاد بعيد عن ولي الأمر بعيد عن الدولة ثم مرحلة التمكين ده حنا هنمسك البلد دي ده حنا هنمسك العالم كله ثم يلقن يعني ده الزومبي الجديد أثناء مرحلة جعلوه زومبيا يلقن بأن الإخوان هم الجديرون بالحكم حتة دي مهمة جدا بيلقنوا العيل إن إحنا الجديرين بالحكم ثم وليه الأمر ثم المرحلة السادسة التي يتم فيها إلغاء الخصوصية الفردية واستبدالها بخصوصية الجماعة ثم المرحلة السابعة وهي مرحلة احتكار الصواب العالم اللي فوق تعرف أكتر العالم الربانيين فالجماعة هي الوحيدة الصالحة للحكم عشان بس لما هم بيطلعوا يساعدوا يقولك لا ده احنا مش هنبدعنا السياسة مش عارف ربع ساعة لا ده احنا بس مش هننافس هنبدي رأينا هم متربيين إن هم الأصلح للحكم إذن كل إخواني زومبي من المحيط للخليج يؤمن بداخله أن جماعة وهي الوحيدة الصالحة للحكم ده جماعة برمجة عقلية بالوضع عيل صغير بيشتغل عشان يسخنك كل شغله زي ما حصل في 2011 وعدها هيقولك ديمقراطية وانتخابات بقى شوف الخطة هو بقى اللي مع التمويل ومعه السمع والطاع العمياء زي الميت في إيد مغسله ويقلبه كيف يشاء طبعا هو في الوضع ده هيكسب أي انتخابات طبعا بالفلوس والدعاء المضللة والأزرع اللي من بره وأجهزة المخابرات اللي بتتعامل من بره هتخشت نفسه إزاي حرام ولو حصل ده هنبقى احنا في وضع مشيت من الشارع للحارة وإلخ إلخ هنفضل في الدوامة دي طول عمرنا عشان كده إذا أردنا حياة سياسية صحيحة إعلام صحي تنمية صحيحة فيجب أن نتخلص تماما من هذه الجماعة اللهم قال بلغت الله ما فاشد وأن نوجه الرأي العام توجيها علميا وليس عاطفيا شغلهم العاطفة زي ما قال أينشتين العرب الدكتور مشرفة في كتابه نحن والعلم وتنبه فيه من عقود إلى ضرورة توجيه الرأي العام المصري توجيها علميا وقال إن توجيه الرأي العام نحو التفكير الصحيح المنظم هو ما يحققه التوجيه العلمي أمر له صعوبته وطريق له وعورته والبلاد المتقدمة في الحضارة يوجه فيها الرأي العام توجيها علميا بطرائق مختلفة جماعة مدرس الخط مش بس تجار دين دول كمان تجار عاطفة واحفظ عني الجملة دي كويس بينما تبنى الدول على أسس يحتل فيها العلم والمنطق والتفكير العقلاني والحسابات اللوجيك مكانة هامة بل على قدر مكانة العلم والثقافة في الدولة تكون مكانة الدولة وده اللي بنحلم به في الجمهورية الجديدة وشعرنا دايما غصبا عن الكل تحيا مصر ربنا يحفظ كل أشققنا في البلاد العربية أشوفكم بإذن الله حلال جاية شكرا 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 شكرا